وجه رئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة إلى رئيس وزراء المملكة المتحدة كيرس تارمر بمناسبة حصول حزب العمال على الأغلبية في الانتخابات وتكليفه بتولي رئاسة الحكومة البريطانية وعلى صفحة رسمية بمواقع التواصل الاجتماعي عرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تمنياته لكيرس تارمر بالتوفيق والنجاح مؤكدا على تطلعه لاستمرار التعاون بين البلدين ما يعكس العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين والعمل المشترك الذي بين مصر والمملكة المتحدة لتحقيق التنمية والاستقرار على المستويين الدولي والإقليمي